لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني إن شاء الله في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على موراة العودة إن شاء الله في مصر هنبتدي النهاردة أول فكرات برنامج الأشبال ونبتديها مع الأخبار من الصحف والمواقع وهنبتدي أخبارنا من موقع فيتو شباب المأولين العرب يهزم الزمالك 2-1 في بطولة الجمهورية كان فاز شباب المأولين العرب على نادي الزمالك بنتيجة 2-1 ضمن موجهات دور الجمهورية أحرز أهداف المأولين أحمد محمد ومختار سليمان وظاهر الزئاب بشكل جيد خلال شوطي المباراة بيقود الجهاز الفني للمأولين العرب كابتن مجد مصطفى مديرا فنيا كابتن أحمد كامونة مدرب عام كابتن محمد عز مدرب وكابتن علي يحيى مدرب حراس المرمى هنروح لتاني أخبارنا أيضا من فيتو شباب أمبي يفوز على النجوم بسنائية في دور الجمهورية فاز فريق أمبي بسنائية على النجوم على ملعب أمبي ضمن أيضا مباراة دور الجمهورية للشباب موليد 97 أحرز السنائية سنائية أمبي محمد ماهر ومحمد محمود ميدو يقود الجهاز الفني طبعا الكابتن صلاح مصلح مشرف فني على قطاع الشباب وكابتن طاري عبدالله مدير فني كابتن هاني عبدالله مدرب عام وكابتن محمود بايومي مدرب وأيمن بسيوني مدربا لحراس المرمى أيضا مستمرين مع فيتو استياء في أندية الجيزة لتأخر كرة بطولة سوبر 2008 كانت الأدوار التمهيدية انتهت في بطولة سوبر 2008 في منطقة الجيزة وتم وضع التصفيات النهائية لكن كانت الأندية اعترضت على شكل المجموعات في التصفية النهائية كان ساعد تمام فرق الزمالك وصد الدقي والترسانة الشريعة الدخان صد الأطمية كاسكادة وحداية الأهرام وكمل أحمر كانت منطقة الجيزة عايزة تعمل ثلاث مجاميع كل مجموعة من ثلاث فرق والمجموعة الثالثة من فرقتين كانت اعترضت الأندية وكان الأفضل وانا مع الأندية إن المجموعة في التصفية النهائية يتم وضعها من مجموعتين واللعب على ملاعب كمان محايدة هنروح لخبر مهم بس قبل ما عايز أتكلم عن الخبر اللي جاي عايز نشوف دايما برنامج الأشبال يعني بنتبنى القضايا والقضايا المهمة نشوف احنا قلنا ايه من حوالي ثلاث أسابيع وارجع لحضراتكم مرة تانية برنامج الأشبال دايما بيكون لنا قضايا وقضايا مهمة بنترحها ودايما بنجد لها حال عندنا قضية مهمة جدا هي قضية فريق 2004 فريق 2004 في النادي الأهلي بيلعب في بطولة منطقة القاهرة بطولة منطقة القاهرة معمولة من مجموعتين النادي الأهلي صعد أول المجموعة ثاني المقاولين الثالث اتحاد الشرطة وفي مجموعة تانية صعد منها إنبي وبعض الفرق التاني الأدوار التمهيدية انتهت في هذه البطولة ولسه كل الفرق منتظرة التصفيات النهائية النادي الأهلي كان تقدم بشك ورسمية في فريق المقاولين العرب وفريق اتحاد الشرطة إن في بعض اللاعبين أوراقهم غير رسمية الأضايا اللي احنا بنترحها دايما هنا في برنامج الأشبال موضوع التزوير وموضوع التسني فريق الفين واربعة لللحظة اللي احنا موجودين مع حضراتكم فيها وخلاص كل الدوريات بتقرب على الانتهاء لسه منطقة القاهرة ما حطتش التصفيات النهائية جدوى المباريات لفريق الفين واربعة لازم من منطقة القاهرة زي ما احنا دايما بنشيد من منطقة القاهرة هنا في برنامج الأشبال ودايما كل الأضايا اللي احنا بنترحها بيوجدوا لها حل ودايما بيكون في حل سريع كمان وفعال في أضايا كتير النهاردة لازم منطقة القاهرة تتدخل تشوف النادي الأهل يتقدم وقول لحضراتكم تاني النادي الأهل يتقدم بأوراق رسمية في بعض من لعب المقاولين واتحاد الشرطة أوراقهم غير رسمية الأضايا اللي احنا بنحاربها والنهاردة احنا كمال بنتكلم على يعني خلاص انتهاء الدوريات كل الدوريات بتكرب على انتهاء متبقي شهر وكل الدوريات هتنتهي علشان داخلين على شهر رمضان والحاجة التانية كمان علشان الولاد الصغيرة عندها انتحانات فاحنا لسه في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لسه تصفات النهائية او جدوى المبارات نتحطش اتمنى من منطقة القاهرة اللي دامن بيتجاوبوا معنا يوجدوا حل لهذه المشكلة او حل كمان سريع القضية دي كنا تكلمنا فيها من حوالي شهر هنا في برنامج الاشبال هي موضوع التزوير والتسمين في دوري 2004 وزي ما اقول لحضراتكم الناد الاهلي كانت تقدم باوراق رسمية لمنطقة القاهرة في بعض او في لاعب في المولين العرب كتاوراق غير رسمية معنا الخبر دلوقتي وبنشكر منطقة القاهرة على الاستجابة ودايما بتكون في المعاد منطقة القاهرة منطقة القاهرة تستبعد المولين من مسابقة السوبر 2004 بعد شكوى الاهل قررت منطقة القاهرة لقرعة القدم اللي طاح بفريق المولين العرب موليد 2004 من قرعة التصفيات النهائية لدوري سوبر المنطقة بعد ثبوت شكوى الناد الاهلي ضد اجراءات قيد شيكا لاعب الزاب اللاعب اسمه شيكا بعد ظهور شهدتين ميلاد لللاعب احدهما 2001 والاخر 2004 يعني اللاعب شيكا كان عنده شهدتين ميلاد واحدة 2004 واحدة 2001 تخيالوا النهاردة لما يبقى عندي ولد 2001 18 سنة 17 سنة بلعب مع ولاد عندهم 13-14 سنة واعلنت المنطقة اجراء الكرة عيوم الساب تم تصعيد فريق الدرب الأحمر مكان المولين العرب فاصبح النهاردة التصفيات النهائية فيها الدرب الأحمر نادي الاهلي ودي دجلة الشرطة شباب المعادي وامبي وتعد وقاعد عدم ثبوت اوراق قيد لعب المولين هي الثانية في القطاع هذا الموسم بعد سبوت صحة شكوى الغابة ضد الوينش لاعب الزئاب موليد 2005 النهاردة دي القضية التانية او الملف التاني في المولين العرب الملف التاني او القضية التانية المولين العرب كانت القضية الاولى في موليد 2005 وسبوت برضو ايضا تزوير اللاعب ابراهيم الوينش موليد 2005 وكان تقدم نادي الغابة في شكوى في المولين العرب وثبت برضو صحة كلام الغابة وتم استبعاد اللاعب كان الماولين لسه كان في بداية الدوري والغابة تقدم بالأوراة الرسمية واستمر نادي الماولين العرب وتم خصم النقاط اللاعب فيها اللاعب لكن النادي الأهلي بعد تقديم أوراة لمطقة القاهرة كان اللاعب لعب كل الدوري فالنهاردة تم استبعاد نقاط الماولين العرب فالنهاردة دي يعني وقع التزوير فتم استبعاد الماولين العرب طبعا بنشكر منطقة القاهرة دايما بتكون عند المعاد دايما ما بتسيبش قضية إلا ما بتبحث فيها وإحنا بنشكرهم دايما على الجهد اللي بيعملون هروح دلوقتي لمكالمة هاتفية مهمة جدا مع الأستاذ محمود دارويش صاحب الخبر